أعلن رئيس الوزراء دكتور عمر الرزاس في إجاز صحفي عقد مساء اليوم أمر الدفاع السادس والذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول هدفنا إذن في المرحلة الحالية على الصعيد الاقتصادي هو الإبقاء ما أمكن على فرص العمل واستمرار عمل القطاع الخاص مع الالتزام بإجراءات الحذر الصحي بشكل متوازن يضمن عدم تحميل أي طرف من أطراف الإنتاج الأكبر معتمدين على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص هذا القطاع الذي أثبت على مر سنوات وبجميع المراحل الصعبة التي مرت على أردننا الغالي أنه قطاع وطني منتمن بامتياز المسئولية مشتركة بين القطاع العام والخاص بين المصنع والموزع بين الممول والمشغل بين المؤجر والمستأجر والحلقة الأهم بين العامل وصاحب العمل الآن وليس غدا هو وقت التراحم والتكافل والتآزر لما فيه مصلحة الجميع اليوم تتجلى قيم دولة التكافل التي تعزز كرامة المواطن وتحميه والتي يتحمل فيها الجميع أوزار هذه الظروف الصعبة فالدولة لا تستطيع أن تحمل بمفردها وكذلك صاحب العمل والعامل ما نشهده من مبادرات في قطاعنا الخاص الوطني ومؤسسات المجتمع الأهلي ومواطنين في دعم المجهود الوطني صندوق همة وطن لهو خير دليل على تلاحمنا وتعاضضنا ختامة بلدنا بخير والحمد لله وكما نريد أن نكون نموذجاً في مواجهة هذه الأزمة نريد أيضاً أن نكون نموذجاً في التعافي الاقتصادي منها فنحن وعلى مدى مئة عام من عمر الدولة الأردنية اعتدنا أن نحول الصعوبات والتحديات إلى فرص للنجاح والتقدم والتغيير نحو الأفضل واليوم سنسير على هذا النهج وسنطوع الأزمة إلى نجاح جديد بعون الله في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة وبسواعد أبناء شعبنا العزيز من أجل ذلك كله أصدر أمر الدفاع رقم ستة لسنة 2020 رين